ارقام في تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة المصرية بدون محد في المجتمع الدولي ولا منظمات الدولية ولا غيرها حد قرب لنا ولا قال حاجة ولا طلبنا حاجة من حد ولا قلنا الحد اعمل زي ما بعض الدول طلبت عشرات المليارات من الدولارات دول كتير طلب عشرات مليارات دولارات احنا ما عملناش كده ولكن زي ما بقول لها حاجة النهاردة لما بتعمل ده طيب الدولة وزارة الداخلية بقلها كم شهر مطلعة قرارات يا جماعة اللي موجودين وفق اوضاعك يا جماعة الاقامات يا جماعة بدء النهاردة من اول يناير وهنا كل واحد لازم يروح تاني بقول اجراءات لازم تتعامل هو انا النهاردة وانا موجود في اي دولة هي اي دول سدح مدح ولم يبقى مواطن مصر بيدفع عن امن بلد وسلامتها وتوفيق وانه كل واحد موجود على ارض مصر كامن قومي يبقى له وضع قانوني يتشتم مش عيب مش عيب تشتموا مصريين مش عيب تتريقوا عليهم وانا هنا كل واحد تطاول على بلدي كل واحد تطاول على مصر متشافين فيديوهاتهم موجودة دول ميقعدوش بلدنا بعنا فكرة العالم كله بيعمل كده دول عربية الشقيقة بالمناسبة قفلة تماما تماما لا تستقبل احد ليهم ناس قاعدين في دول ميقدرش يبعت حد يجيبه دعوة او زيارة لا ممنوع ممنوع طب انا عندي موجود يبقى عندي موجود والبعض منهم البعض عشان لا نعمم البعض يشتم الناس ويشتم البلد ويسيء للبلد وفي الاخر عادوا لا اللي شتم وتطاول على مصر مايقعدش كان واحد او اتنين او عشرة مايقعدوه اللي التطاول على بلد يتطاول على بلدي بلدي فتحالك كل شيء وبتعاملك كمواطن وانت في الاخر تيجي تشتمها وتتطاول عليها وتتطاول على مسئوليها لا عشان كده كل مواطن بشكر كل مواطن ومواطنة بيدافعوا وفضلوا دفعوا دي قضية قضية للجميع وما فيش حد يا جماعة يشكك في الناس ويخوم في الناس عشان بيتكلم على بلده وعلى أمنها وحريص جدا على كل حاجة في بلده وعايز كل حاجة تبقى أمين هم دول الناس بيحبوا البلد وبيتكلموا عنها ويدافعوا عنها فاللي دافع عنه لازم أشكره مش تشتمه اشكروهم خافوا على بلدهم ولازم يخافوا عليها وزي ما كنت بتكلم عليها في 2013-14 عشان الملف ده تحديد ملف اللاجئين وقتها بقول لحضراتكو يعني اتعمل حملات ضد أنا شخصيا عشان فتحت الملف ده في الوقت ده مبكرا من عشر سنين من عشر سنين وانا بتكلم عليهم لما كانوا بيروحوا ربعة ويروحوا مش عارف فين ويروحوا فين كنت بقول الكلام ده فيديوهات كنت بقولها ما كانش يعني موضوع القليل لا كنا بنتكلم بشكل واضح كده الحق شوفوا الناس دي والحق شوفوا ده اللي بيعملوا ايه كنت بتكلم كده فالنهاردة دولة ريسي وزراء له كل التحية ترجمة نانسي قنع ر emulate